سبور شيك الانجليزة اشتركوا في القناة المغرب افتقد جهود ثلاثة لاعبين في مباراة تنزانيا غدوة يوسف لمزاكني اصل المباراة الرقم 100 مع المنتخب وامان كبير على نصور قرتاج لتخطي ناميبيا وعقدة المباراة الافتتاحية سبور شيك مرحبا امين جلنزا نور في الاخراج ايهاب ايمان ايفلي افهم تيفي وماما الوستاتي في السوشل ميديا ويحضر معايا نجمة تدريب في العربية لسعودية لاعب المنتخب السابق تجارب في الترجي في الافريقي في الملعب التونسي شابيبت منوبة خلف قربي اهلا وسهلا بيك مرحبا مرحبا بيك ايمين مرحبا بحمام مرحبا بالنس اللي تسمع فينا وتفرش فينا على راديو ويافين في فورما برونشية مع الكان فرش الملشويت كل فرش في الفرشويت كله ناعم مرحبا بكم ناعم مرحبا منوبة خلفة ناعم ناعم ماهو مسحي؟ كذب فيا معنى؟ نحلو تاول السيت المارك هذي ماهو الامور؟ ماهو المستوى لحد الآن قبل ما نمشيو الكان الكان مع اريج وكاوريسي اختيار اسماعيل بن ناصر للجزائر على حساب المغرب رغمان ووالده مغربي المستوى في قداش من نهار نلعبنا تاول ثلاثة ايام فيك اسفريق الامم كيف شريت المستوى النيفو عامة؟ ماهو التنفسيه به كبيره معنى الكلام اللي يتقال قبل الكان والي يتقال صورته في الكمبيتسيون افريكيين وفي تصفيات كاس العالم انه نيفو قرب البعضه معنى واضح وجليه في الريزولتات اللي نيفو قعد يتلع بشوي النيفو التكنيك شوفنا منتخب السينيغالي بصير مو اكثر واحد عطا تريبون امبريسيون مرغم انه لعب في القيلة لعب في القيلة وصحي شوفنا فريق جاهز وشوفنا سخانة ومديتين لطف رو ميكس ما بين منتخب السينيغالي هز كاس فريقيا منتخب الشوبين لهز كوب دي مونت ايفا كوب دافريك ايفا حلوه هذي رو ميكس نقعد بش نستوعب عشرة ثوانية صحي يعني ميكس ما بينياتهم عطا فورت امبريسيون ظاهر اليو سي سي محظر درس ومحظر الكانم بتاعو بركدي اللي لا كون يعرفهم شوفنا حتى التغيير في خطة تكتية خليلي التحليل متاع ماتش اللي سينيغال على شيرا وجنرار شان فوت وماتس وهذا كل خالد المستوي عامة مستوي انتي قيم لي المستوي عامة في عشرة ثوانية عشراتين والله يمين لحد الان مستوي عادي بنسبة لانا فما برشة دي سيربريس اه اه قلت البارح اه 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 المنتخب السينيغالي كي ما قال محمد اه فيه الخبرة فيه في الشباب فيه الطموح فيه الملعبية اللي بشيكونوا بستار ان شاء الله في قدن سينيغالي دونك انا اه اه المنتخب السينيغالي اللي اللي ملالي عيني واللي يفرش كرويا ولي بشيكون سعيب في الكوب دافريكا ذاية اللاخرين لحقيقة دي سبسيون بالنسبة لانا المنتخب المصري المنتخب الجزائري اه العرب بصفة عامة اه ان شاء الله احنا نكونوا الاسثناء النيوم ان شاء الله ان شاء الله اكتوف معا انت بالنسبة لانا كوب دافريكا داية ما فهميش اسم كبير واسم صغير لازم ان احنا نحطوا الامل كل عنا في المنتخب التونسي راونجم نوصلوا للبعيد في الكندية كانت كان معاي ريج الحمروني وكواليش اختيار اسماعيل بن ناصر اللي عب ميلان الجزائر على حساب منتخب المغرب شنية حكاية اللاعب اللي كان السبب في تتويج الجزائر بكأس إفريقيا لـ 2019 واللي تحصل فيها على جائسة أفضل لاعب في الكان وعليش اختار الجزائر على حساب المغرب رغم اللي والده ومغربي كيفاش أثر قراره هيدا على علاقته بعيلته إسماعيل بن ناصر لاعب من أب مغربي وأم جزائرية مولود في فرنسا عام 1997 ويحمل الجنسيات الثلاثة دي مسيته الكروية في فريق الشباب بأغل أفينيا مرورا بأرسنال وبعد أمبولي الإيطالي وصولا للميلر نرجع بكم لـ 2016 وتحديدا نهار 4 سبتمبر كي كان بن ناصر يلعب في أرسنال أقل من 23 سنة وشارك مع منتخب الجزائر لمدة 6 دقائق بش يولي واحد من أفضل اللاعبين في العالم والسبب الرئيسي في تتويج الجزائر بكأس إفريقيا لـ 2019 لكن عليش خير الجزائر على المغرب؟ بن ناصر فسر قرره بأنه الجزائر استدعاته للمنتخب الأول في المقابل لمغرب حبيته ينتمي لي منتخبات الشباب وقال إنه اتخاذ القرار كان صعيب برشا وتسبب له في مشاكل عائلية وصلت لإنه ويلده يقعد فترة ما يحكيش معاه باش من بعد ترجع المياه لما جاريها بيناتهم واختيار بن ناصر للجزائر كان في محله خاطر خلال مشاركته مع الجزائر في كان 2019 بدت المفاوضات مع الميلن اللي جاوبهم وقتها بن ناصر وقال لهم نهز اللقب مع الجزائر ونجي نصح معكم وبالفعل بعد تتويجه باللقب مع الجزائر مسيرته الكروية اخذت بعض آخر وكان من أكبر المساهمين في تتويج الميلن بسكوديتو 2022 وبلوغ نصف نهاية شامبيونز ليج العام الفارض الشي اللي خلى جماهير فريقه السابق أرسنال تنتقد بشدة مدرب الفريق أرسن فانجر اللي أسئ توظيفه وبالناصر كان صرح إنه كان هو السبب في خروجه من النادي بالنسبة لإنتقادات جماهير أرسنال فيما يخص أرسن فانجر اللي معرفش يوظف إسماعيل بن ناصر لأنني سمعت الحكاية برش مرات لعبوا في ماتش وقت ذات شي فيلد وينزدي لعبوا إليي جوش ممعنيها مركز ما هوش متعاود عليه الجملة إسماعيل بن ناصر وكان سيء وتخل في بلاست والكوت ضرب والكوت طروف كانت خايبة ياسر من وقتها ملعب حتى مباراة في الفريق الأول وغادر إلى إمبولي مباشرة حكاية ميلان والتتويجات مع الجزائر أو فريق ميلان الإيطالي عملت برشة بولينيك حكاية إسماعيل بن ناصر واختياره الجزائر عساب المغرب صحيح همين يعني كنتشوف العائلة متاعه ابوه مغربي ويكون الاختيار صعيب والعائلة وبعد أبخي معنا وقت بسيتا فيريش متاعه صحيح وهو كما قلت لك قال أنه كي منتخب يقول لك ركبش جيب معنا من اللول ركبش تبدأ مع الاسبوار والمنتخب الثاني وطلقى منتخب باخر معنا يرحب بيك في الفريق الأول منتخب الأول سيرموش تكون الشواء غادي واختار شواء صحيح وكان حصل لإعطة كاسفريقة وكاريرو تبدت كمبليتما غراس دي ما نقوله واحنا راه المنتخب وجوارك يبدأ انترنسيونال حتى يبدأ يلعب في أوروبا الستاتيوية متاع جوار انترنسيونال راهو يكبر في الفالور متاع الجوار ويكبر في قيمة متاع الجوار هو ذولي أول مندرب في منتخب الجزيرة لعب معه رجيفاك يظهر لي رجيفاك في ألفين وصوتاش سهل الاختيار كي يجي اتحاد من قيمة اتحاد جزيرة كروت قدم يقول لك مش تلعب في المنتخب الأول بينما الجامعة الملكية المغربية اللي هي نشحت في استقطاب عديد اللعبين على الملعب اللي هو بمخهم ركز يعرف شي يعمل فما ملعبية برشة ديز اكزامبل ما انت اختاروا بشي يقعدوا مع المنتخبات وموصلوا حتى من با كونفوكيها نعطيو اكزامبل نحنا لموشي لموشي صبري لموشي بنعرفة ما انت بالنصر عرفتها خسارة حاتم وداي خسارة خسارة على الخر يجي كور معنا في السيف ما انت تحسوا ندم على اكتر حاجة ندم عليه وانه مختارش المنتخبات قال هيلك بالسينة ما قال شامت حسا ما يقول شامت حسا على اختيار المنتخب الفرنسي ورفضوا تونس حسا ما يحبش يقول ما تحس ما تحس ما تحس من كلام وتحس لو ندم مختارش تونس دونك بالنصر بالنسبة لنا جيوه دو زوز عروض اختار الفريق اللي بشارعب فيها وكي ما قال محمد راو اللي تحب ولا ما تحبش راو كي تبدأ جور معتا تابع المنتخب وتلعب واحد راو حتى الفالور المتاع قدام صحابك في اللي كيب يطلع الفوق طبعا قيمة تسويقية كل قيمة تسويقية كل شي دونك شوه بنسبة ليا انا عرف شي يعمل في حياتي واضح يبدو انه اختياره صحيح بناء على تجاربه الحالية الحقيقة كتشوف ملاعبية وين يلعبوه في اللو ايم في ماتس في السعودية يعني مش في سعودية في الانديا متاع الصف الثاني في النصر ولا في الهيلالة سعودية نحكي بلنا لكو ديبالي على سجو مانيم برح سنقال يضرب غامبيا بي ثلاثية بابغي لعب اللو ايم يسجل هدف الاول ثم ملاعبي الحقيقة ممتع تتفرج فيه هو لامين كامارا سجل دوبلي من جنرات شنفوت اكاديمية عمرو 20 تن شوف انت اكاديمية مع انت متاع اكزمبل متاع السنقال اللي مشيت البعيد الاكاديمية متاع محمد السيد استراتيجية كاملا راهو جنرات شنفوت ومتاع مع متس ومتاع ما انت تتاو كيما تسوي قيمتي ومتفوت شعط دي مليون دورو في العمر هذا 20 تن ما تخرج من الاكاديمية متاع السنقال مع انت شوف مع انت العبات شنو قاعدة تخدم شنو قاعدة تحذر اللي مع انت الامبرتون حاجة الامبرتونت في الكورة هي الازاكاديمية مع انت اذا تعمل اكاديمية وتعرف كيفاش توظفها وتخدم مستقبل متاع الملعبية رأو جلوك اكاديمية ورين اخوي ورين الملعبية انا عندي اخوي ملعبية وطلعوا الوخت معاو وليانو بقريت وهم يخلصوا له على كل شيء المنتخب السنقالي والترشيحات اللي تصب في خانة السنقال للفوز باللقب back to back للنشعة لامنويل مصر الكاميرون فقط اللي فيزل باللقب back to back صحية حمين حكيت انت عستراتيجية حكينا برش على جنراسيون فوت في البرنامج متاع نقبل حاجة اخر تشوف الامبيانسة في المنتخب السنقالي كيتمركة البونت وتشوف كيفاش معناها البنك متاع اللي رمبلاسان كيفاش يفرح مع الجوار تحسل حتى الجو ما بين كما قلت لك خاطر رفما جوارات دخلوا في الجروب من المنتخب لهازك سفريقيا تحت 20 سنة تكنيكما تاكتيكما اليو سيسي يلعب ثلاثة في اللاكس ما عودناش بها هو سيسي في اللاكس فرمي لك الدوزيام كابتان متاع كابتان متاع الكيب لذلك كيفاش يكوفر الوصول لذلك بدل ولا يلعب ثلاثة في اللاكس لجوان حكيت على كاميرا معنا الهيحسن جوار اختاروه في كاس فريق تحت 20 سنة اللي ماشي للماتس من جنراسي فوت تحس حتى الجو العام في السنقال متاع انفري شمبيون وراء معناها بالكيشف كونتر منتخب جنبي رأى منتخب محترم وعنده تطور محترم ومستويه ممتاز لاعبين تلعب في مستويه عالي معطاهم مش نفس حتى نشوف نتصور السنقال وحتى احنا منتخبنا نحنا ثلاثة يام لولانين تعال كان عاونوهم سي لبلون وعرفوا اللي راه وكان مش تهبت مرخوف ولا مش تهبت تفضلك ركت نجم تتعاقب لذا هبطوا ما نعمل لول تحس الفريق كان في ديول كان حطت 100% 200% ونجحوا في الماتش لول المتاح مورروا اليوم لتكونوا مترشح بارز للقب كما تقال قبل ما تبدل كوب سوف محمد انا كون بارك بشتولي بشتوريك قوة المدرم الوسي سي البرح صارت لقتنا مع كوليباري في البنك كيفاش هو طايش كورا هو يحب يرعب كورا مات بشتوريك قوة كوليباري لعب في تشلسي لعب في ناب ولي دور معنا وكيفاش عاي تعليم وكيفاش الاخر مع ما تحكيه معهم بعدك هو كوليباري طايح التنسيون معت عندها دور كبيرة معت بشتوريهم وكيفاش بشي يسمع وكيفاش بشي قدروك وكيفاش معنا تعطي انتي معت القدوة متاحهم وخي يخافهم منك بشي تخزي مهم نقطة مهمة نقطة هي انو دوري روشن سعودي ممثل بـ 25 لعب في كأس فريق الأمم أول مرة دوري روشن يكون ممثل بهذا العدد من اللاعبين المشاركين ومثلا الكامرون عنده من ذمك تكون ايكم من ابها وعنده حارس ابها أيضا عديد اللاعبين من دوري روشن يمثلوا بلدانهم في كأس فريق الأمم الكامرون غينية واحد واحد المرح المنتخب الكامروني ممكن على مستوى الاسماء ما فماش اسماء رنينة في متخب الكامرون متخب الكامرون هو الثاني على مستوى التتويجات بعد مصر بخمسة القاب منهم اللقبين على التوالي 2002 جيل باتريك مبوما جيل سامويل لتو ريجو بير سون المدرب الحالي للفريق وليم بي ملعبين كبار لعبوا في المنتخب الكامروني في تلك الفترة منتخب الكامرون قال رندي ما نحن مرشحين نرى معني حتى المستوى ممكن مستوى الجيل التاريخي للكامرون لكن كامرون مرشح للفوز باللقب محمد أكيد المنتخب الكامروني ديما مرشح للفوز باللقب بخطر عنده الترديسيون وهي برشال قاب حتى جنراتي هذي كنت صحيح انت حكيت انتي كامرون عودتنا سورتو سورو بلاو فونسيف عنده دي جروند ستار ايكمبي ونقودو يلعبوا في سعودية ستار متعلي كيف نتصور هنا زنبو ونقويسال يلعب في نابولي حتى اللي سجل برها مغرين في تولو زدستار بالضبط موش يتو موش بالضبط موما فمت فولا حتى لرجلتال القدم اخر ماتش اوفيزيال نذكروا معناها كامرون مع ليبي يعمل تعادل واحد واحد نتصور كامرون بسدخل في المجموعات بشوية بشوية وصحيح ريكو بيرسان قال لحنا ديما بارمي لففوري لازم يخرج من البول خطر البول تاو فاسدو بول ظهرت اني سعيبة في المجموعات الكل الكامرون خالف انا الحقيقة تفرج في البيان واجهت الكامرون في الكان او واجهت الكامرون في الكان دقيقة ما سورتو ابو باكر تضرب خلا بلاسة كبيرة في الهجوم دفاعيا مع انت برنابل مع انت مشاكل الانجان بشنفس سنيغال بشنفس المغرب بشنفس الزير دونك مش الكامرون نعرفوها كمقبل حكيت على انت يالفين وعش ريكو بيرسان غا الكسان غا في الوسط جيرمين جيتا بيتو دونك مشاكل الكاليبر الكبير ما باقي اني قلت لك الكاندي فيها برشا مفاجئات ما تعرش على المفاجئة اللي بش تصير رواء انا نحس فيما مفاجئة كبيرة بش تصير اندري اونانا اللي غاب على مباراة غينية نعرف ان اندري اونانا نهار 14 لعب في تنها مع مش سر ينايت تسافر طبعا في جيت بريفيل التحاق مديم ومعني عمل لك بموافقة المدرب والجامعة وصل الاربعة متاع السباح هذا شكرا لي صون قال كيفاش تتوقعوا منه انه يلعب من غدوة الخمسة متاع لشي وقت الكودي فار بعد شوش نحكيه بالتفصيل على مباراة الجزائر انجولا تقييم اللاعبين تقييم المدرب رياض محرز اللي تقال علي برشا خاصة في استوديو التحليلي لقناة بيين شنو قال أبو تريك على رياض محرز فاصل ورجعين سنقيم لاعبين متخبل جزائري والمدرب جبال بالماضي في البروفيسوري يلا الأسيد حاضرين معي محمد سلام وخالد القربي سوخال القربي أستاذ بامتياز قيم البارح ويقيم اليوم كان أستاذ أكسح أنا عندي البارام كما الجزيتة نقول لك نبعد كيف نحن ننترك على بركة الله في البارام وفي التقييم وفي الأرقام على عشرة طبعا تقييم كله يعمل متخبل جزائري بالأساسيين وبالإحتياطيين اللي دخلوا في المباراة بالإضافة للمدرب جمال بالماضي نبدأوا بحارس المرمى يلا ماندري ستة والله ستة كيف كيف أي تنوري ثمانية خالد سرعي عطال خمسة ونص ستة فاصل مندي ستة ستة فاصل خمسة بن سبعين خمسة ونص ستة فاصل سبع بن طالب أربعة ونص بن طالب خمسة ونص خمسة ونص متسبب في ضربة الجزاء ضد المتخب الأنجولي والتسبب في تحقيق تعب بن ناس خمسة ونص خمسة ونص والله يكتفشكيوا على بعضك سبع 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 رياض محرز أربعة أثار مردود وتساؤلات عديدة أربعة خمسة فاصل واحد قاسي شوي التقييم بالنسبة للمباراة يوصل بلالي أفضل لعفل المباراة سبع سبع قدش ثمانية ونص ثمانية ونص رقم ممتاز قريب برشة العشر بغداد بن جيح سبع ونص سبع ونص ثمانية هذي اللاعبين الساسين خمسة ونص خمسة ونص خمسة سليماني خمسة خمسة قدش خالص ثلاثة ثلاثة مس أربعة كورات أربعة كور مس مش قاسي شوي ثلاثة لا مس أربعة كور ثلاثة 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 خمسة ونص خمسة 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 فندن كيركوف قدش ملعبش قدش خمسة ونص خمسة ونص خمسة المدرب جمال بالماذي هل أحسن التعامل مع المباراة هل عشرة قدش تعتيه رقم عشرة على عشرة في الميطان لو الأثنين علي العشرة في الميطان الثاني اوى دا الدين العشرة في الميطان الثاني لأثارا كبيراً خاصة في قناة البيين ومحمدا أبوتريكا قلنه رياض المحرز يتمشي في اردا巴 مو ف iv let لم المدرب권 الباسيب ما خرجوا هكا ولا ليه هذا شنو قال محمد ابوتريكا أسطورة الكورة المصرية وأسطورة الكورة الأفريقية صاحبة ثلاثة ألقاب مع المنتخب المصري هل كان رياض محرز سيئاً إلى تلك الدرجة يعني يتمشى عطيته أربعة لعشرة أنت معناها رقم سيئجاً كان كالتي رياض محرز برح لم يكن في نهارو لحقيقة تأتي في جوار مهما كان قيمته جوار كبير معناها كابتين متعليكيب ناشونال الجزيرة من أحسن اللاعبين لكن البرح كان خارج الموضوع ولم يكن في نهارو سمحنا لحقيقة لم يكن في نهارو راوكي شوت شوتا ما جيش هي كيعت باس ما جيش هي لكن مجريش أي ما كان في نهارو خارج الموضوع بدنياً تكتيكيينت فنياً البرح ما كان في نهارو نعرف أنه ملاعيك يكون سيئ يجري على الأقل يعمل إفور أي ما كان في نهارو؟ أنا بالنسبة لي قتل عطال ما خلهوش يجه اليوم كانت كارتي هي كارتية ما تخلش للوسط مش يخلي يعمل دي بوردمون ويمشي سنتر ولا يمشي يعمل بالبنتراسيون بتاعو ما عاونش في الأوفنسيف التذكير رو عطال ما موش يلعب معنيس منذ فترة طويلة جداً على ما هو معناتها كما قال محمد على ما هو معناتها أور سيجيه معنات البلايلي قاعد يعمل يتريبل يدخل يعمل يزيزم دو مع بونجيح معناتها وما يعطي يقولوش في باس هو متنرفس معناتها يبدأ مقابل كاج بلايلي شات ثلاثة شوطات ويحبي يعطيه بلايلي كان يستنى في شوطة شسمه فيرس شيبي يقص عليه كانت شوطة دي كان ينجم السجل ما يعني أنا تبع في محمد يتبع فيه حتى في الدورة السعودي مع الأهلي يشد البريود الأخرى يشد التركين على اليمين يشد الليني باحد الانترنور المتاعو يقعد يتكلموا يتكلموا الانترنور أكثر من يارا يشد التركين كان يجيتوا كورة يعمل هذيك يعطي باس معتم يعمل موش الرياض محرج تاع سيتي موش الكريب شامد فيه حتى نحن خرج الموضوع كقائد كقائد لم يقوم بدوره كليدر كقائد المجموعة أنا مع ابو تريكا عاليش تاوه هما ليشورها دوما معنات خاطر باسمه كبير ما يخرش معت أنا أنا حبت انه يخرجوه يخلي البليلي خاطر البليلي أطوما مو ينجم يعملك لكن بدنيا يوصل البليلي يا أخوي أما أخوي يحب يعملك يحب يوصل للمرمى وصل للمرمى سلطوه بين انه سمحني قصة عليه أدمو الناس قوشي ديما يحب يلعب عالمين عكساقه بش يدخل خاطر غادي البوان فورم يحب يدخل الداخل يتركز على تقانف بليل ونابولي السبق كان من المفروض يخرج المحرز ويدخل والناس في بلاستو على اليمين ويقعد البليلي حتى إليه فيزيك ما مهوش كاتاسترو معناه البارح كان خير من محرز حاضر فهمت الثنائية بنجاح البليلي مرة أخرى ناجعة كبيرة من هذا الثنائي اللي كان نجمي ساجل أكثر معناه البارحة البارحة مين يعني وراوا وأكدوا النجاح متاح من الثنين التفاهم متاح من الثنين والشوام بتاع بن ماذي اللي تشبث بيهم وحتم رأوا البونت وتشوف التايمينغ تعلق اللي عملوا بغداد ما بين اللي دو ديفونسور الباس كيفاش الدوزي ومبعد قوة ثلاثة أخوية كيفاش خليها والسيرفاس اللي خذيبها الكورة معناه بالكسترير دو بيه بش بعدها راوا بغداد ترينت معاها معناه ماشاء الله بربايت حسن بربايته ما شوية أكسترير بش بعدها على ال على القرديان بغداد عنده معناه فورمي معناه بطريقة ممتازة جدا وخدم برشة ترابعه هو حكيلي معناه خدم عنده كيخذيه في الحراش كانوا يجيبوه ديما سباح يخدم ترابع سبيسي فيك معناه مبرمج في وسط ديزويت متر بريمو مبرمج معناه مخو في كل بلاسة من ديزويت وين تشوت وبكل سيرفاس معناه بالسيق تشوت ما حتى قبل معناه فاليطوال أبار اللي ما تشويتين تشوفوا فيه راوا في الليسان ترينمو كان يمركي في هديف خيالي هو وقته في الحراش قلت أن أخذع لي برنامج تدريبات خاص من الحراش وقته مشال التراجي لكن التراجي لم ينتدب بغداد رجع للجزائر ومبعد شاليطوال هكا وليه في المركاتو قبل ما يجي لطول المركاتو اللي قبله جاي للتراجي وصحة في التراجي لكن التراجي وقته فضل ورجوع يانيك ورجوع يانيك اللي هو قرار بنا بركشف أنه لم يكن قرار جيد تراجي لطول المركاتو حتى ترجع نفع على التراجي أياما لكن بغداد رجع ومسير تراجي ورجع عام 2012 رجع عام 2012 رجع اي في الفترة ذيك لا 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 شما أنت منجيح ملعبش في التوال القبل التوال نلعب ضد أنا منجيح وانا في استاد لا 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 2012 جاي للتوال 2012 جاي للتراجي هوني وقته وفمس ور فمس ور شوف حتى يتفرش المباراة حتى البونتو اللي ما تحسبلوش السيزو اللي اختفى مركة هو بيدو ضد المتلاوي في تونس كالعام صحيح هو بيدو بالضبس المركة ضدو اللي هنا في تونس ضد المتلاوي معتا لانشنمون اللي عاملو فما كان واحد مركة ريزوه سريتا عملها رونالدينو مع البرس وعملها ريفالدو مع البرس معتا لانشنمون بالكنترول بالزر الفوغ وبالانشنمون جيل تونس واحد جويلة 2013 كم اخطل معاملنا نلعب ضد وقته كنت معنى دي لفريق واحد جويلة 2013 وقبلها معنا يجيل التراجي في 2012 في مركاته الشتوي بل ستة شهور يعني شوف امير راو بليلي وبنبيا معدك شفكر اشكون نخذي القرار بها وقته في تاراجي تونس اشكون نخذي القرار صرف النظر على بغداد ويعادة يانيك معدك شفكر نظور خالد يعرف اما ما ميحبش يقول والله الا نعرف تحب ترى منيش فالسبروس وقته خرجتها به شوف امير حتى ما انتا شوان تخريجو بش اللاعب سليماني عندي هنا سليماني شوف من الملعبية اما يلعب توتولير بشي عتيك اما بشو دخل هذي في 200 تان واحد سعيب براهم من الملعبية اعمالها قبل خالد اعمالها نعرف اما تشوف العمر معنا تشوف العمر ما تسعيب براه بشي بتي انو بشو دخل وليدخل في بلاستو مركة ما انتا بشارج عليه برشا وتحسو حتى في العمر البرح كبير مع انتا خلنا حكيوا على الماتش معناه على الميتان الول كان اكزمبلير معناه من الجمال بالمادي بالمنتخب الجزيري سورتو الطريقة اللي اختارها بالمادي انو يلعب عالي ويبريسي معناه سورتو يبريسي من اللول ويبريسي على بيرت طريقة هذي كانت منهكة على مستوى البدني فهمت شوفنا الاتقون ومليو التيران وهنا الدوزي ميتان خلت سورتو سورتو كما نعرف فهم بعض اللاعبين اللاعبين اللي راجعين معناها من بلاسيور هذي كان يخلى مشكلة كبيرة في الشوط الثاني شوفنا سورتو على الكوتاليسار تريونجلسيون تريونجلسيون بين ايت نوري وبن ناصر والبلايلي مشيت بلك دي معناه اميرفي وخلقت برشة فورس الشوط الثاني كما قلنا سورتو التراجع البدني والشانجمون اللي عملوا انترنور انغولا لازمنا نحكيو عليها حتى معناه انغولا كيفاش بديت بديت بثلاثة خمسة ولا خمسة ثلاثة واثنين يعني دالا و لوفمبو كانوا اثنين مهاجمين ما بولولو اللي تخلل استعيه اذا كهو كانوا خمسة ثلاثة واثنين مهاجمين مع اللي دوزاكسيو لهنه كانت برشة اللي بيرتالي دوزاريير سورتو ايت نوري شوفناه شعمال برشة فالشانجمون شعمال انا اجبني برشة يتنوري على فكرة فالشانجمون شعمال نحة واحد من المليون تيرا ودخل ما بولولو وحط لوفمبو ودالا اللي هم دوزور تريبون واحد يلعب في كاليري واحد يلعب في الوكرة باش تسكر اموال جنيب وهنا نفهم من كلمك انه المدرب البرتغالي سواريس جونجاليش تفوق على جميل بالماضي تكتيكية هكا او لا 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 شوف 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 شوت ثاني تفوق علي عدد موازين القويرة مختلفة انغولا وجزائل هوني عليش هوني بالماضي طريقة اللي لعب بها كما قلت لك اللي بدا بها ولي اللي لعب بها ميتان لول منهكة شوية على مستوى البدني هنالي شانجمات والمعاوذين معناه الوقت شانجمات كانوا كانوا مخرين شوية شروطوا بالناصر بالناصر راو ميلون تلعب في سوصنة مينوت نعرف تدريجيا الماتش الوحيدي اللي لعب في تسعين دقيقة كان ماتش الطوغو الجمعة اللي فاتتا ميكال معناه يوصل اللي لعب ثمانين دقيقة نتصور كان عندو كان ستين خمس ستين دقيقة في الشوت الثاني المدرب البرتغالي سواريس تفوق علي بالمالي واضحا في الشوت الثاني تفوق علي تكتيكيين تفوق علي تكتيكيين وعد المباراة بالنسبة لي مش تفوق علي شوف بالنسبة لي انا بنطالب معناه يلعب فلو نيفو معانت جي تعمل فوتا كيكا بلانتيرا وينك سيبتابل عندي انا برجولية معانت معانت انت كما جيتش البيلانتية معانت كنت تكون لعبة اخرى راي كان ما كيتش على ضرب الجزائر وزيدة كان سجلت انت هدف زاد الجزائر وفتيحت لك عديد الفورس كان سجلت انت هدف ثاني وثالث اكاوي وفا الماتش اما هي حاجوها رايه في الكرت القدم تمركي البونت والول وتقعد انت تعاني متمركيش الثاني وثالث كما المنتخب السنغالي رايه مشكلة رايه معرفش يقتل المباراة ولشانجمون متاعه والباراة الحقيقة كل الغالطين معانت تحس معانتها انت كانت عندك جامعية عملت تروى شانجمون طيحت بركتها الجامعية معانت حتى نيفو متاع اوفنسيف معانو شاية بار كورناريت بالريتين بلاية تحية كبيرة يوس المويبي مساعد مدرب تنزانيا حضره عدل عمروش نسلموا عليهم بارشة ومتخب المغرب نتمنى وللحظة سعيد متخب المغرب يوجه تنزانيا لكن نحن ديما مع يوس المويبي مع الإطار الفني العربي عدل عمروش اللي تصريحاته نوعا ما كانت استفز المغرب واتهم شوي المغرب بكولسة المباريات والمسابقات حاج اخر امير ما حكيناش عليها حكي عليها خالد توا فما ديفايونس كبيرة على مستوى الكورات ثابتة قد تحتب ودية من مليل بون فورت معنا ما سجل ثلاثة هداف ضد مالي باستوى ثلاثة كورب الراس ومتخب الجزاري ومن ثلاثة كورب الراس هنا البيلح اربعتاش شوارة كنية منتخب الجزاري نتوجد تلك السوق سنكرونيزازيون بين التيرير واليطر ومحامد سمحني فحالة الدفاعية حالة الدفاعية حالة الدفاعية نقطة ضعف انت لهذا شيئا يجب أن يكون مؤمنة لك. حسنا لن يأتي المساعدة. نعم, لم أعد ذلك. كيف تترين معك؟ لم تكن من أجل أن تترين في النهار. لا تترين معك؟ ما هو المساعدة؟ مثل النبو من المستقبل الديفنسية يتعرفون أن نرى يتعرفون ما يدعون. ذلك، يتعرفين. نستحبني أولاً وأن يكون له الأحيان. قال لكم أفروض ورقة حمرة. بنتالب هو الحقيقة كتشوف لك شو شات اللي صفرة ثانية مفروض ورقة حامرة صفرة ثانية شوف هو راو شو ميطان لور راو منحس من لعبية فلوس ترى بنتالب عاكس ببرشة محلية راو عمل لكي ليبر يهز فكورة يمشي اه 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 تبلانجة في الديزويت مع انت عمل برشة يفور راو كتاح سور لبلان فيزيك ولا يفالتي ولا ولا يفالتي في هذا فيما يخص مباراة الجزائر وانجولا اليوم مباراة المنتخب الوطني تونسي بعد شوية فش تحكيوا عليه لكن قبل ذلك المنتخب المغربي اللي يواجه تنزانيا غدو غدوة ستة في ملعب سان بيدرو ندوة صحفية اللي وليد الراقراقي كانت اليوم وليد الراقراقي قال انه الفريق سيكون منقوصا من ثلاثة لاعبين فما مزراوي ذاك مستحيل يكون حاضر في المباراة الاولى قال ينجم يكون حاضر في المباراة الثانية اللي اعتقد محمد انه منتخب المغرب سيقف على ملاعبي ولا زوز ولا ثلاثة ولا اربعة منتخب المغرب قوته في المجموعة وعنده كل الامكانيات لتعويض اللاعبين الغايبين اي عنده كل الامكانيات هو المزراوي معناه كسوا واللاتيرال موجود حكيمي موجود عطي طلع من غادي دونك هو حتى في اللاكس عندهم للمعاوذين اللي فكتيف موجود كما قلنا لكن الحاجة اللي ديما نحتاطه منها ما فاماش احكام مسابقة ماتش لازمو يتلعب لازمك تحتي حقو الادفرسير محترم شوفناه ضد مصر خسار دو زيرو تنزانيا لكن عمل ماتش محترم جدا يعني كانوا حتى دو ولا تراز اوكازيون كان ينجم يسجل فيهم دونك المنتخب المغربي كما قلنا ولا المنتخب التونسي بالفرنسي يعني ثلاثة ياما ذوما ورات معناها انه ما لازمكش بضغبت ما لازمك تحقر حتى حد نس كل كيف كيف الملعب وتسان دقيقة هم لي حدوش كوني يربح نجم تربح بعلى الورق واحنا بوم تنحكي بعض على المنتخب الوطني التونسي وعقدة المباراة الفتتاحية خطر اخر مرة اربحنا مباراة الفتتاحية كانت في الفين وثلاثةاش هدف يوصل مساكني ضد الجزائر ولي درج راقي اشكر امين عادلي لاعب ليفاركوزن خالد قال تحية للملاعبي هذا اللي والدته منزلت كتوفيت مع هذا خير الالتحاق بالمنتخب المغربي رغم الظروف النفسية الصعيبة يعيش هالملاعبي معناها نجد ونحنا نقوله مرة اخرى الله يرحم ولد امين عادلي ظروف صعيبة بارشا عفان ملاعبي اللي مورة امكانيات كبيرة على الجهة اليسرى في وجوم المنتخب المغربي صحيح امين شوف المنتخب المغربي رأوا انتي تبكيك تحكي علي زابسانس عندي انا من اكثر الفريق متكامل من متكامل وعندو لدو بلور معنا عندو دوز كيب تحب ولا ما تحبش دوز كيب يشارك بان في كيس فريق الامام معنا معنا تشوف المنتخب المصري والمنتخب الجزيري دونك هو يزم يحط سقيع على القاع المنتخب التنزاني موش منتخب سهل خاطر انتي يزمك تطور اتكورت القدم في فرق الكولي دونك انتي يزمك شو صعيبة انك مع انت المنتخب المغربي خاطر هو عليه البريسيون هو عليه بشي مع انت الفرجة هو عليه بشي يقدم المستويه للنس كل العالم الكل يستنى فيه بعض الكوب دي موات اللي عملها في قطر دونك بالنسبة اللي انا ما تسعيب ما عندي انا ان يقولللللللللي, الشوف انا من الكوب دا فييكلتاوا المنتخب المغربي و التنزاني خمسين خمسين. خمسين خمسين رغم انو قلت المغرب يشارك بزوس في الراق يشارك بزوس في الراق. هني قطلت كلم شي قعدوهما. حمسين خمسين. اناك سمعت كلهم شكرك المنتخب المغرب قلت اه. شوف. ايه. اما كان ملاعبيتو بشي تصيرها كما كما رياض المحرز كما محمد صالح. محامد صالح غايب في مباراة موزنبيق. هنا ما عجبنيش. انت عجبك. ني مش ما عجبنيش. اما نحس نحس روية دوريا. يوسيق توظيف محامد صالح. دي جانتي قلت. شنو ليه تحز. جيش في نهارو. ماش جيش في نهارو. معنا. انا خطر لعبه شوية هكا دو زي ما تكون جي غايب. شوف راو فم ملاعبية راو تحبو اللي ما تحبش انجي جاي منتخب المصري. تلعب في الفيربور. انت الناس كل تستنى في محمد صالح بشي هز منتخب المصري على ظهر. محرس كيف كيف. اما انا نحسهم الزوز من لعبية اللي لعبه. محرس كان مارادوني هز على ظهر. تقيقة مع انت. نشوف فيهم هما جيين مع انت تخوش عليهم اكبر شوية. اكبر من المنتخبات امتهم. انا شو نخزر مع انت. نحسهم مع انت يجيوا يخافوا عبد يا ربي يخافوا على. كان الفارت محمد صلاح العبر او اربعة في المية وعشرين في الادوار الاقصائية. الحقيقة معنا كان افضل لعب في المنتخب المصري. تحكيلي عالي موجود دو. انا عليش تحكيلي عالي. ما ناشى انه يبخل بقطرة عرق على منتخب مصري محمد صلاح. ما نجمش يكون خايف جاي خايف خايف عم الضرب. يقول انه تضرب ضربة خايفة ما نقعد اه ثمانية شورة سبعة شورة ما واحد. تعرف اتي في الافريق الضرب موجود. تعرف. خالت منتخبات المغرب والجزائر. فوتنا على جميع المستويات. آآ الفنيات الفردية. الملعبية وين يلعبوا. القيمة. على الورقة. على الورقة. على الورقة. مع تونس. دي ما عنده ما كان نوع من من العقدة ذات تونس. تونس معناه تعرف ممكن من اين تؤكل كتف كتلعب بالمغرب والجزائر خطر نقلقوهم. نحنا نربحهم نحن نحن خير منهم. نحن في نحن في امور معناتها آآ جروب وامور آآ قلب. نرانا خير منهم. خير منهم. قلب وروح عنا اقوى منهم. اقوى منهم. ليه اقوى منهم. وتكتيك مو اقوى منهم. تحب ولا ما تحبش على انا تكتيك مو اقوى منهم. ريد مثلا براح تونس كان جات هي ريب عوية شاي. نجينا بالتكتيك اللي ملعب التونسي اذكى من المغرب يوتزيري. اذكى من المغرب. عندي انا كيك. اذكى. عاليش نحن احنا كل ما نلعبوا مع مصر نربحهم ولا مغرب نربحهم. هو رفما احصائية نحن المغرب وتزير عمرنا ما خسرنا معهم في كأس فريق الا اوهل. اه اه زير بحنا مارتين المغرب ربحنا مارتين وعملنا التعادل في فيلي ومصر ربحنا مرة وخسرنا مرة. ايه تش نوت حلالها معنا. معنا. نعنا اقوى منهم تكتيك مو اقوى منهم معروفة تونس معاى عيدوا المنتخب التونسي مش كلميانة يا راه. كلم مبرش عبيد معتا يقول لك المنتخب التونسي متخب ايتالي متع لافريق. ايه. معا في نفس التوجه. صحيح معا. في نفس التوجه معنا. والذي رجلتها والاستاتيستيك هم اللي يثبتوا كلام خالد فهمت. وكما قلت انتي قلت أقوى منه على الورق. لأنه كاس فريقيا هذه. والكورة في الفترة الأخيرة أثبتت اللي نفوق رب برشل بعضه. وراك كان نهار تلجوه جي مكش حاذر. رك تخسر وتروح. به. آآ فاصلوا بشتمشيوا الكورو مباشرة آآ المبعوث ايفام الخاص. وامورة سنة محمد الهيدي. بخوش الحاضر على عين المكان. ربعين دقيقة على ايفام ثلاثة ساعات وآآ ربعتاشن دقيقة بالتحديد على مباراة المنتخب الوطني التونسي وناميبيا. المباراة الافتتاحية آآ لمنتخبنا لنصور قرتاش في كاس افريقيا للأمم. به التشكيلة والأجواء وكل ما يخص المباراة مباشرة من كوروغو مع مبعوث ايفام الخاص. مرسلنا محمد ذادي بخوش. بلا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك اهلا. مرحبا بالناس الكل بالجميع. بالحضور في ايفام لهنا في كوروغو. كله نحن البلاد اللي بيش تحتظن مباراة المجموعة لفاهم المنتخب الوطني التونسي اليوم. اليوم الضبط اليوم اتطلقت مباراة الاولى للموت كابة الوطنية لطنسي. قبل تقريبا. تقريبا. ما زلوا آآ تلاثة ساعات. من توع على انتلاق مباراة الوطنية لطنسي متخنح عدد آآ آآ. آآ آآ آآ. آآ آآ. آآ برشة مسؤولية من المنعبية. رينا جوزدها ممتاز من المنعبية. رينا جيرال قد كانت تلميته ممتازة حتى في الحصول على صحاب الخبرة كما يوسف لمسيكني فيا سين مرياح كما متصر طالبي والعديد من الملعبائي اللي يعقوا اللي كان ونعقوا بيه نحن المباراة اللي ابت تحية اليوم بقامين نحب نصح لحظة معلومة أن يوسف لمسيكني اليوم ما هوش بش يلعب المباراة رقم مين بش يلعب المباراة رقم 98 عليش هم زوز مباراة ما همش مصنفتة ما حسب ريبا اللي هوا مباراة البيو في 2012 2012 ومباراة مباراة أخرى ما هيش موجودة كيف اليوم المباراة رقم 98 يوسف لأنه على ترانسفر ماركت محتوى 99 مباراة به به توضيح به يعني 98 مزالوا له سبع مباراة على رقم رضيج عادي 105 هاي؟ بذل 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 آمين نعطيكم تشكيلة لاشترق المباراة اليوم وتقريبا تقريبا هي تشكيلة تشتولير ما نقوله نحنا معظمنا هذو ما اللحداش اللاعب اللي بشير ذو بشير بن سكيد في حراسة المعليين واجدي كشفيد علي سبع علي معلوف وست الدفاع ياسين مريح ومبصر طالبي ومسط الميدان بش نحنا اليسا لسيريا ليس بن سليمان محمد علي بن رمضان ويوسف المساكني اليسا العشوري وكذلك كيتا ملاجوني هذه التشكيلة اللي بش يدخل بها المنتخب يعني تقريبا بعد ساعتين من انتوتاه بتشكيلة المنتخب الواطنية لتونسي لإسرائيل للمباراة الجماهيرة اليوم الجماهير قوسي مش مش تكون بقعدات رفيرة مش تقول لك عليش خلال خاتك ما قلنا حكينا البرح انه جمعة مينجدوش يختلفونج ويوسف المعمل بكيلومتر ربعيدة مش يكون الحضور الجماهيري كبيرة مين من منتخب مالي بالعكس الجماهير الماليين متواجدة بقعدات رفيرة كنا هبطنا مدى خليل وحاول جميع في كوروغوب ثلاثة نقاط الأولى للمنتخب الوطني شاعله خلينا سهلوا المأمورية على بقيه الضرائيات بالتوفيق لي متخبنا الوطني فكرة على التقس هذه على درجة الحرارة على مستوى الرطوبة في كوروغوبلة بالنسبة للتقس نحكي كما فمش شرطوبة كبيرة لكن الضرائيات بعد الساعتين تقريب ثلاثة ساعات تبدأ تنزل درجة الحرارة ومش نتقاوه درجة حرارة نتعمة شكورة إن شاء الله متخبنا الوطني التوصي يعني ظروف المناخية كل الظروف ملأمن ومتخب الوطني بالتوفيق بالتوفيق ليك المهاجم ماذا مهاجم؟ صحيحة أمين كنا نتحدث عنها وقته مع سانداونس مهاجم يعرف ما يفعله الإطار الفني قرروا حسابه وعملوا على الفيزيوناج التشكيلة هجومية معنى كشريده كشريده معلول الاثنين يعني وسط الميدان سخيري سنتينيل قدامه بن سيمانو برمضان اللي الهنا الرول متى هم تريد امبورتون اللي حكي عليها خالد المرة الأخرى متاع النمره ثمانية اللي لازمهم يخلطوا الديزيم ليني سورتو ويدخلوا الديزيماتر سورتو اثنين هذومة كانوا يدخلوا الديزيماتر بشي مركي نعرفه على معلول قوته معنى في الدبوردمان كشريده كيف ونعرفه ديما اللي جيمان تالي هو هو اللي مركي توا في الكورة قدم الحديثة ومعلول يعرفي سنتر معناه بروسي ولا يعرفي خرج كورة روتري نتصور الديزيماتر بشي مركيو كان دخلوا الديزيماتر بشي مركيو يوسف المساكني ولياس العاشوري على جنيب الزوز اما العاشوري بشي العب عليمين لا لا بشي العب عليمين بالضبط يوسف فوي ليه عليمين نتصوروا يدخل اكثر الوسط هايث مجويني كم اتاكون دو فيكساسيون طريقة لعب اربعة ثلاثة اثنين واحدة اوه شي كايرو اثنين واحدة اربعة ثلاثة اثنين هاي كستان دانيماشيون الهناس سو رتو على المستوي الدفاعي يجب أن يستخدم الباب يحصل على بيوهام يوصف و العشوري لا يمكنهم أن يدفع في كل منحيلة يجب أن يتجعل من القرنير إلى القرنير هناك بيوهام يخصون ذلك يجب أن يكون في رمضان أو أنيس بن سليمان يجب أن يحصل على زرير و يسس خيري نتصور معناها تشكيلة هجومية لهنا حد ما عنده يلوم الإطار فنيا بش يلعب دفاع ولا ما هيش تشكيلة هجومية نتصور بالنسبة الكنتكست علمات شذيه من أحسن الاختيارات اللي اختارها من جلال قادر أحسن اختيار كما قال محمد لعب الهجوم الطريقة هذي الاعتماد على السخيري فقط مش سخيري ولا العيدوني اللي تقال برشا كله محاول مشاركتهم مع بعضهم في تشكيل اللي في تنويكو محمد حكينا على الحكاية ذي ما انت يلزم واحد فيهم يا رب أنا بالنسبة لي أنا السخيري هو التوى يلزم يا رب قدام شرطو في الماتش هذي خالب منا مش شرطو في الماتش هذي ما انت كونتر ما اللي تنجب تلعبه مزوز خطر باش تلعب البلوك تايح وتوقع تستنيه دونك اه عجبتني برشا الانفورمسيون الحقيقة سورتو ما انت كيلعب علي معلول وكشريدة ما انت خطر حتى كيبديهم سكرين على يوسف المساكني ولا عشوري تلقى اللي سوليسيون عند للاتيروم تاك اه لحقيقة تشكيلة هجومية ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي معهم وبالنسبة لي أنا يزم تلعب بلوتو بولوتو على خطر احسن انفورمسيون بالنسبة لي أنا تعاملت من اللي جاي جلال قدر هي تشكيلة ذي الناس تعرف تلعب سورتو في وسط المالدان بالرمضان وبن سليمان الزوز يخلطوا للديزويماتر الزوز يعملوا سوبروريتين امريك اه واذاك اشنو ناقصها نحنا في المنتخب يعني قلت الثمانية الزوز الثمانيات اللي هما دالي وبن سليمان هما الواحدين النجمو يعملوا الرولة ذا اللي يوصلوا للديزويت وتلقى معانتا هاي تومجوي النجم يلعب معاما ما تدخلوا الكورة اليوسف يديروا معانتا اللي يسطى في الوصف تلعب الكوره يوسف لمساكن المباراة رقم ثمانية وتسعيين انا بوها حاجة التمية لكن هادي صحة لنا فامس مباراة لم يتم احتسابها بالنسبة ليوسف لمساكن ولو انوا في ثلاثير ماركت يوسف عنده تسعة وتسعين مباراة وهذي رقم مية يجينا التصحيح من عنده هادي ثمانية وتسعين مباراة اليوسف المساكني سبع مباريات فقط على رقم راضي جاعيتي حكيت انت وياه في النقطة هذي والله حكينا عنده برشة حكينا قال لك راني نحب نكسر رقم راضي جاعيدي نحب منعرشنا كتوفة مسيرتي مع المنتخب يبقى اسمي كأكثر لاعب مشاركة مع المنتخب الوطني التونسي توذجا عنده رقم وثمانية مشاركات وينجمي شارك العام الجاي في المغرب تسع مشاركات معنا تخل التاريخ يوصل شوف تخل التاريخ منقبل له داخل التاريخ معا اي واحد يحب اي لعب يحب يوصل يفوت اكثر لاعب من يتخلقت الكرة التونسية يفوت يبدأ يلاعب 106 ولا 107 ولا 110 دونك اني قلت لك معا انت فلتة من فلتات الكرة التونسية فرحان لي ثمانية مشاركات معا انت من رقم تاريخي مع ريجو بيرسونج ومع احمد حسن ومع اندري ايو فيو البرفورمانس يعملها مع الكيب ناسينار اول ماتش كيب ناسينار معنا نحن 2010 معا انت حتى الهنية معا انت ما فلت حتى دورة ما فلت حتى كان حتى كوب ديمونت دا الوحيدة اللي فلتها دي اسابة على مسؤولة عربة المقاطع دونك كتبدا عندك فلتة من فلتات الكرة في تونس بش يعمل مستوى ذاية ما تكون كان فرحان معا انت لي ويستحق كل خير نقطة اخرى امين في الماتش نقطة اخرى في الماتش انه لازمنا نستغل علي معلول علي معلول نعرفوهم على بارميلي ميور تيرير متاع بلاريتي كو سواء ديريكت لعنى برش المنتخب مسار جلش كوفران ديريكت ولا اللي على الجنب اللي يعرف يضرب بروسي بالجداء بالجداء مع التاي متاع الطالبي متاع مريح متاع سخيري متاع الجويني دونك عنا اربعة ضربة بالراس باين بالجداء بالجداء لهنى النقطة هذي لازم نستغلوها ولازم علي معلول يركز بارشة في اللي بالاريتي اللي هي بارميلي بوان فورم تاعو في الاهة اللي شوفناها معنا كو سواء ديريكت ولا اللي على الجنب يعرف يشو تهو نقطة ما تعودناش عليها في مشاركات المنتخب الوطني تونسي في السنين لاخرة في كأس فريق الومم ولا كأس العالم وتوجد الوزير كاميل دقيش في تربص المنتخب الوطني تونسي وشوفنا دعم له مشروط للمنتخب وحاضر في كل كبيرة وصغيرة حاضر في التدريبات في كل الاماكن في مقر اقامة المنتخب الوطني التونسي خال كاميل دقيش تواجده مع المنتخب الوطني التونسي تعليقك ما عندي هذا التعليق اضافة قايمة معناها في وجوده كاميل دقيش سهل امور هكا منعرش هنا شو نقول لك شو بسهل معنا التفاصيل ليس سهل منعرش امور روجستية منعرش مخص مع السلطات الابوارية مع الممثلي ممكن السلطات التونسية على كو ديفوار قونسولية سفارة كل نجم كان بشي فيدهم كان بالكلمة الباهية كان بشي قويلهم في البريم كان بش مش من مشموليته البريم مثلا نجم تكون من رئاسة نجم تكون من رئاسة بو فاما يجي نجم يجي بريم نجي نحن جيتنا اقبل لكن الجامع هالي يتحط البريم اوه اغذر لي عهد الزين روح كي اخرى معنى ايه معاني تحطر ايش يقول لك تاوه شنوه هي نتوينسة كل تتنفس كورة والشعب مستحق للفرحة هذي معاني تتاوه الناس كل تحب تونس تمشي البعيد على خاطر تتشوف اليوم اوه بارتين من الستة اقبل الستة من الاربع مطلع عشية تتلقى الناس كل برونشي اللقهاوي كل معبية تلقى الريستوران كل معبين معانا انت و تلاهم ذا تحب تخرج بكري و تجري على المنسة معانا اكثر حاجة بيش تخدم لقهاوي الريستوران هما متش تونس فهمت و تحبوا المتابس و تشوف كان بقودة ربي بشن ربحوا اليوم تشوف الفرحة مبعد في الليل و نسبدة فرحانة و نسبدة طهر دونكو و منجم يقدم لهم كان كلمة طيب كلمة طيب دعم المعنى بك مثلا الجامعة توسين الكورت قدم اليوم هابطة بقين تشكر شركة سوربات وعلى رأسها مديرها العام السيد محمد علي حشيشة و تتقدم لسيد محمد علي حشيشة و كافة اطارات الشركة و العاملين بها باسمع عبارات الامتنان و التقدير يوضع كل الإمكانيات اللوجستية على ذمة نصور قرتاج من أجل تأمين أفضل ظروف الإقامة خلال البطولة محمد علي حشيشة هو ملك نادي سان بيدرو سان بيدرو للإيواري و عنده سنين موجود غادي في الكود إيوار و يستثمر في التكوين ديجا سنتر دي فورمسون قد يش تكلف سان بيدرو ما عنديش عم برش عمال سنتر دي فورمسون ما عمال مدير رياضي أكيد عنده علاقات كبيرة في الكود إيوار و سهل برشة حاجات للمنتخب غادي و هذي بيدرو تذكر فتشكر كما يقولوا في الـ معنى الناس كل يعني رأوا مجندة و رأى المنتخب صحيح فما ناس تنبروا تا 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 لكن قبل الماتش رأوا ناس كل و رأى الجوارات و رأى الوطن و رأى الدرابه و معنى كي المنتخب يربح حمال ايو واحد بأكيد بش يكون فخور و يحب يوصل يحب منتخب متاعه يوصل لأبعد أبعد حد شوف امين كما قال محمد رأى فما حتى ويد ميحبش بلاد و ميحبش معنى الناس كل بش تتكلم محلين ولا الكرونيكور معنى تاسي نرمال اكتشوف في مصر انت شوف برح في تزايد البلاتو ولا مصر في الليل معنى تاسي نرمال اما ناس كل رأى يتشجع في المنتخب و رأى مش متعودوه نعودوها فما واحد نسكل رأى وطنيين و نسكل رأى و نحب التونس لا علينا فيه فما شكون قال فما ناس تنبرو الحاجة لا فما ناس تنبرو هم انت من اكبر النبارة دونك اذي موضوع حبيتوا نقولو عندي برش اني قلتو وكاو واضح شكرا لك خالقربي شكرا لك محمد سلامة بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مباراته ضد ناميب اليوم الستة شاء الله محنا بلاتو سبيسيال برتير من خمسة مع زميلي اي من زروق تابعون على ايفام اذاعة كأس افريقيا للامم لاخبار الو ايفام احنا نتقابلو غدو ان شاء الله مساعتين في سبورشيك ايفام سبورشيك اشتركوا في القناة